بحث شيخ الأزهر الإمام الأكبر دكتور أحمد اللاطيب مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في اتصال هاتفي بحث تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني ودور الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين هذا وتناول الاتصال أيضا مناقشة أهم القضايا على السلحتين العربية والإسلامية وأكد اللاطرفان ضرورة التكاتف والتضامن بين مصر والسودان في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين كما دعا شيخ الأزهر بأن يمنى الله على السودان بالأمن والأمان وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقراج